شكرا على قبول استضافة للبرامج التي نخصصها للجالية المغربية والعربية والإسلامية في أوروبا وفي المهجر وفي زمن كورونا أولا كيفش دوست المرحلة ديالكورونا عرفنا بأن كانت هنا شوية المشاكين بالنسبة لأماكن العبادة وكان هناك قرار ديال الدولة البلجيكية والدول الإسلامية عامة أنه نظرا لجائحة كورونا يعني كانت إجراءات خاصة كيفش تعملت معها سيحسن السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا طبعا على الاستضافة لهذا البرنامج هذا شرف لنا الله يؤدي وهذا شرف لنا كذلك يعني فيما يخص جائحة كورونا يعني طبعا على الأمر لم يكن سهلا وليس سهلا لحد الساعة لأننا ما لازلنا في فترة يعني لا زال الفيروس يعني يتواجد فيها ولا زال المرضى يدخلون إلى المستشفيات رغم أن الحددية لقد نزلت بالمقارنة مع الشهور الماضية ولكن الذي يمكن قوله هو أننا هنا في هذا البلد يعني مواطنين بلجيكيين ومسلمين كنا ننتظر ونترقب يعني إلى ما ستقول إلي هذه الجائحة ونراقب ما يحصل في بلاد أخرى مثلا كالصين وثم إيطاليا يعني بدأ التخوف عندما وصل الوباء إلى أوروبا يعني حتى عندما كنا نتحدث عن الصين ونسمع أخبار عن الصين كنا نقول بأن هذا بعيد ربما قد لا يصلون ولكن سنغيف كوزوتر سنغيف كوزوتر أو ربما سيستطيعون إدارة هذه الجائحة وتبقى الأمور في يعني لا أحد كان يدرك بأننا أمام وباء عالمي يعني حتى المنظمة الصحة العالمية كانت في بداية تتحدث عن إبيديمي يعني مرض معدي فإذا بها من بعد حولت المرض المعدي إلى وباء والوباء طبعا الحال أخطر يعني وكوننا أننا عيشوا في عالم أصبحت أصبحت تواصل فيه سهلا ولا علاقة ما بين الناس سهلا يعني الأرض أصبحت الآن كأنها قرية صغيرة فبالتالي لم يعود الأمر كما كان عليه منذ قرون يعني الوباء ممكن احتوائه في بلد معينة أو في مدينة معينة أو في قرية معينة الآن يعني بكل سهولة ينتقل المرض والباء من مكان إلى مكان الناس تسافر عبر الطائرات وعبر وسائل النقل المتعددة فعندما وصل الوباء إلى إيطاليا رغم ذلك كنا نقول ربما بأن بلجيكا يعني ستنجو من هذا الأمر فإذا بنا نفاجأ بأن الوباء ينتشر بسرعة وينتشر بسرعة في الدول الأوروبية في فرنسا ألمانيا بلجيكا هولندا وبلاد أخرى وطبع هذا الحال يعني المسلمون في تاريخهم يعني هناك صور للتعامل مع هذه الجائحة صور للتعامل مع الجوائح بصفة عامة هناك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم توصي بطريقة التعامل مع الجائحة إذا كان الوباء في بلدين يعني إذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه وإن لم تكنوا فيه فلا تدخلوا هذا البلد نعم يعني هذا ما يسمى الآن بالكارانتين يعني الحجر الصحي يعني موجود يعني كان في أحاديث إلى غير ذلك ثم هناك جوائح وقعت في بلاد العالم الإسلامي وتعامل معها قادة هذه البلدان وملوكها عبر القرون يعني بطبع الحال بحدارين وكانت هناك إجراءات قد اتخذت فمن ناحية التاريخ ومن ناحية المرجعية ومن ناحية المصادر يعني كانت عندنا أمور يمكن نعتمدع لها ونرجع لها وبها طبع الحال يمكن نتعامل مع الجائحة عندما قررت الدولة البلجيكية فرض الحجر الصحي على كل طبع الحال المؤسسات بما في ذلك أماكن العبادة وليست المساجد فقط تجاوبنا معها بكل قوة وطبقنا بطبع الحال هذه الإجراءات ولا بأس ربما من الإشارة إلى أن أول قرار تخذ لجمع التجمعات البشرية يعني كان هو في بريكسل يعني في العاصمة بريكسل بعتبار أن بريكسل عندها حكومة خاصة حكومة بريكسل العاصمة فحكومة بريكسل العاصمة في تاريخ عشر مارس اتخذت قرارا بمنع كل التجمعات التي تفوق ألف شخص كان ذلك لازلت أذكر يوم الثلاثة عشر مارس وتم الاتصال بنا بعتبار أننا مسؤولين عن المسجد الكبير المسجد الجامع في بريكسل بعتباره هو المسجد الرمزي بالنسبة للمسلمين في هذا البلد وكان هناك نقاش وحوار مع المسؤولين فبعض الحال باتفاق معهم وتطبيق لهذا الإجراء اتخذنا قرار بتعليق صلاة الجمعة التالية كان هذا يوم الثلاثة عشر مارس يوم الأربعاء كان التواصل أصدرنا بيانا نخبر فيه المسلمين بأن صلاة الجمعة المقبلة يعني يوم الثلاثة مارس ستعلق في المسجد الكبير تجنبا لانتشار طبعا الحال هذه الجائحة وباعتبار كذلك أن المسجد الجامع المسجد الكبير يعني في بريكسال يصلي فيه أكثر من الثلاث شخص يعني فيه كل جمعة يعني هو مسجد يعني كل الطوابق يعني تمتلك بالمصلين فكان طبعا الحال لزامن علينا أن نوقف الصلاة رغم أن الجهات مثلا الحكومية هل تفهمت الجالية المسلمة هذا القرار طبعا الحال هذا هو الذي هذا هو الذي يفاجئ أن الجالية والحمد لله يعني تفاعلت بكل إيجابية مع هذا الأمر طبعا الحال هناك بعض المعارضين وبعض نحن قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان ربما لا يعني لا يستحق الإشارة لذلك سيدكر التاريخ كذا بأن فلان يعني وذكري أنا بالإسم هو أول من أغلاق بيوت الله يعني أنت ترامة ما الذي يراد بذلك تغلق بيوت الله بمعنى أنها تهم خاطرة بمعنى أن ربما قد تصل إلى التكفير قد تصل إلى أشياء من هذا القبيل لم نعر لذلك اهتماما باعتبار أننا نحن لم نغلق بيوت الله بالعكس بأننا جنبنا المسلمين كما وقع ذلك في أماكن عبادة أخرى يعني كارثة وكوارث وطبع الحال ستؤكد الأيام فيما بعد هذا الذي تخوفنا منه بحيث أن هناك مساجد كثيرة لم تغلق أبوابها يوم الجمعة يوم الجمعة 13 مارس وانتشر البرد ودخل عدد كبير من المسؤولين من مسؤولي المساجد إلى المستشفى وهناك من توفي من المسؤولين طبع الحال أدرك الناس بعد بضعة أيام بأنه كان لزاما إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة ثم بعد ذلك سيأتي القرار قرار الحكومة الفيدرالية الذي لم يتأخر كثيرا يعني يوم 12 مارس والذي يوصي بطبع الحال ويلزم بإغلاق أماكن العبادة ككل يعني ليس فقط الجمعة وليس فقط التي تتجاوز ألف مصلي أو ألف مؤمن وإنما كل أماكن العبادة يجب أن تغلقها إلا لبعض الأمور البسيطة مثلا يعني كان هناك استثناء بالنسبة لصلاة الجنازة كان ممكن المساجد وأماكن العبادة الأخرى تستقبل الجنائز ولكن بالشروط يعني يمكن أن تصلي على الجنازة أولا لا يتجاوز عدد الناس المصليين 15 فردا وأن الجنازة لا تكون حاضرة يعني هذا يسمى أننا المسلمين صلاة الغائب يعني الجنازة غير موجودة فيما أنك ستصلي صلاة الغائب وما دامت صلاة الجنازة بالنسبة لنا بالنسبة للمسلمين هي فرد كفاية وليس فرد عين يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر وما دامت صلاة الجنازة تصلى في المقابر وفي أماكن خاصة لها إن هناك الذي يقول لا لا نصلي وسط المقابر كذا هذه ليست صلاة وسط المقابر هناك أماكن خاصة مثلا المقبر الكبير في بريكسيل ديال إيفير مكان مخصص لصلاة الجنازة بعيد عن القبور وتصلى في صلاة الجنازة إذن مادم صلاة الجنازة توصلى فهي قام بها البعض فسقطت عن بعض الآخر إذن لا دعي أن نصلي صلاة الغائبة في المساجد إذن هذا الأمر ما كنا نقوم بها في المساجد المسألة الثانية هي التي سمح بها هو تسجيل بعض الفيديوهات للتواصل مع المسلمين أو مع المؤمنين بصفة عامة يعني كل أماك العبادة كان لها الحق في ذلك تسجيل بعض الفيديوهات بالشرط أن لا يتجاوز عدد الحضور عشرة أشخاص بما في ذلك الطاقم التقني الطاقم الذي يشرف على التصوير وإحنا كنا بطبع الحال في المسجد الكبير هنا من أول من استجابة لهذه الأمور بحيث أننا ضمنا كان دائما دروس تبتوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يعني موقع المسجد الكبير موقع الهيئة التنفيذية اليوتيوب ومواقع أخرى دروس باللغة العربية والفرنسية والنيرلندية يعني نتواصل فيها مع المسلمين كانت تسجل دائما هنا بطبع الحال في المركز وكنا نحترم العدد المفروض المسألة الثالثة التي كان نسموح بها كذلك هو فيما يخص الزواج يعني كنتعرف نتابعنا في بلد كبلجيكا يعني هناك من يريد ويؤد أنه يكون عنده زواج ديني يعني يعتبر أن الزواج أمام السلطات المدنية هو زواج مدني ولا أبدا من الزواج بطبع الحال الشرعي والزواج الديني فنحن بطبع الحال هنا في المسجد الكبير يعني ننظم ذلك نقبل بذلك بشرط أن يكون مسبوقا بالزواج المدني لأن الدستور البلجيكي الدستور يمنع يعني يكون زواج ديني قبل أن يسبقه الزواج المدني فالذي مثلا سبق له الزواج المدني وأراد أن يكون زواج ديني ممكن وهنا مثلا الدولة فرضعت بأن الحضور يكون تقريبا في حدود خمسة أفراد يعني الزوجين الزوج والزوجة والشاهدين ورجل الدين الذي سيصرف على التزويجهم يعني لا يكون شيء بعد ذلك هذه الأمور اللي كان بسمح فيها والمسجد الكبير في طبع الحال كان يفتح أبوابه لهذه الأمور إلى تعامل المسلمون مع الجائحة تعامل في حقيقة حضاري حضاري كبير حيث أننا لاحظنا ذلك الجالية المسلمة تقبلت مسألة أغلاق المساجد تقبلت الإجراءات إجراءات الحجر الصحية القوية بطبع الحل التي فردت وكان الكل يعيب أننا أمام وباء وأمام جائحة خطيرة تحصد الأنفاس وتحصد الأرواح وبطبيعة الحال باعتبارنا كمسلمين يعني الأسباقية للنفس البشرية وللروح البشرية باعتبار أن من مقاسد الشريعة الخمس ومن مقاسد الدين الخمس حفظ النفس فحفظ النفس يأتي قبل أي شيء آخر قبل أن يبحث الإنسان يدخي يصلي في المجد أو لا يصلي في المجد كذلك لأن أرواح الناس كتجي في الأولوية دي الأولويات بالنسبة لنا كمسلمين وهذه يتفق عليها ويجمع عليها المسلمون والحمد لله ككل شكرا سي صلاح نحن نتوجد الآن في مقر المسجد الكبير ببروكسل لكانت الإدارة دياله في الأولية وتنعرف يعني الكنتكست إستوريك للعربية السعودية دات السوارة وأدارته منذ أكثر من 40-50 سنة من 50 سنة الآن بعد أقل من سنة استلمتم مفاتيح إدارة هذا المسجد ما هو المشروع الذي ستقدمونه في النسبة للجالية المسلمة وخاصة إذا كنا نعرفه بأنه أثار شوية نوعا من الجدل في الإعلام المسجد الكبير بنوعا من التطرف الديني يعني بعد وسائل الإعلام هو ما الذي حدث أنتم تعلمون بأن المسجد الكبير كانت تديره جمعية تسمى جمعية المركز الإسلامي سانتر إسلامي كيكولتيران دوبيلجيك يعني الإسم دياله القانوني لمدة تقريبا 50 سنة وكان في هذه الجمعية منذ تأسيسها ممثلون عن الدول الإسلامية سفراء الدول الإسلامية في هذه البلاد ثم بعد ذلك شيئا فشيئا بدأ هؤلاء السفراء تقريبا ينساحبون وكذا فأصبحت تسير بيدي رابطة العالم الإسلامي هي التي أصبحت تشرف وتمول يعني سيرورة هذا المسجد الكبير المركز وأعماله والاشتغال فيه وبعد العمليات الإرهابية التي مست بلجيكا يعني في 22 مارس 2016 يعني هذه العمليات الإرهابية يعني جعلت البرلمة البلجيكي يعين لجنة خاصة للبحث في إشكالية هذا العمل الإرهابي حيتياته أسبابه مسبباته علاقاته إلى غير ذلك من ناحية الدينية الاجتماعية السوسيوتقافية السياسية إلى غير ذلك واستمر عمل هذه اللجنة البرلمانية تقريبا مدة سنة ونصف واستمعوا لعدد من الخبراء والمتخصصين في عالم السياسة وفي عالم الدين ومما في ذلك المسؤولين اللي كانوا هنا في المسجد الكبير وكنت أنا كذلك باعتباري كنت رئيس للهيئة التنفيذية المسلمين في بلجيكا من الذين استمعت لهم هذه اللجنة في البرلمان وكانت مكونة من مؤتلين عن جميع الأحزاب السياسية ثم خرجت هذه اللجنة بقرار وخرجت بتقرير يعني رابور تقريبا فيه ثلاثة ديال الأجزاء وفيه جزء رئيسي وأساسي تعلق بالشأن الديني الإسلامي وأوسط في هذا التقرير بتغيير إدارة الإدارة التي تشرف على المسجد الكبير باعتبار المسجد رمزي بالنسبة للمسلمين باعتبار قوته باعتبار المكانة دياله داخل البلد والتخوف بطبع الحال بأن هناك فكر معين كان ينتشر وكان ينشر عن طريق المركز أو عن طريق بعض رواد المركز نعم هو إلى رجعنا التقييم هذه المسألة هذه المركز مر بحقب تاريخية يعني حتى لا نسبغ الكل بسبغة سوداء يعني كانت هناك فترات مضيئة يعني كان يأتي فيها أساتد من الأزهر من القرويين من القيروان من الزيتون إلى غير ذلك وكان هناك إسلام وسطي يعني داخل البلد هذا نتحدث هنا عن بداية الأمر ولكن تطورت الأمور ومر المركز من بعض الفترات تحت بعض الإدارات التي أعطته توجه نوعا ما وهابي سلفي بين قوسين لأن لا أحب أن أطلق هذه الكلمة باعتبار أن الكثير يقول بأنني أنا سلفي وليس له من السلفية إلا الإسم وكل من يرتبط بتاريخ الإسلام وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحق له أن يقول أنا سلفية تشبت بسيرة السلف فهي تسمية ليست في محليات قريب فالمهم عليه تحال قلت بأن مرة ذلك من حيق وكانت هناك إدارات يعني كانت ستدمر كل شيء يعني مرت من هنا وطبع تحال آخرها المدير الذي كانت ستعتقله السلطات البلجيكية يعني وغادر بلجيكا فارا من العدالة بحيث أن اللجنة البرلمانية قد أوصت بأن العدالة تهتم بهذا الملف طبع حال فالتوصيات البرلمانية لوضح حد للإدارة التي كانت هنا وشكل تسيير المركز أو الفكر الذي كان ينشر أو التقافة التي كانت تنشر أو شكل التدين الذي كان ينشر في بعض الحيقات أوصت بأن يأول أو تأول إدارة المركز طبع حال إلينا يعني في هذا الإطار بعتبر أن هناك ثقة وبعتبر أن هناك مشروع يعني من أجل إرصاء وترسيخ إسلام بلجيكي أوروبي عندما أقول أن إسلام بلجيكي ليس معناه إسلام جديد لما إسلام له جذوره له تاريخه له ارتباطه طبع حال بأصوله ولكن نتحدث بصفة خاصة هنا عن أشكال التدين عندما نقول إسلام بلجيكي وإسلام أوروبي نتكلم عن تدين تدين الذي يلائم الواقع تدين الذي يلائم المجتمع هل لديكم تصور مثلا في هذا الشأن؟ طبع حال أنت تعرف بأن الإسلام نشأ في الجزيرة العربية ثم انتشر وانتشار الإسلام جعل منه يعانق تقافات وحضارات وشعوب إلى غير ذلك واستطاع الإسلام وكانت له القدرة أن يتلائم مع كل هذه التقافات ومع كل هذه العادات والتقاليد لدرجة أن طريقة أن تعيش إسلامك وأن تعيش تدينك مثلا في المغرب الإسلامي ليست طريقة التي تعيش بها إسلامك في المشرق الإسلامي لأن إذا قلنا ربما أن كأن واحد الإكواسيون يعني للواقع لا بدي يكون داخل فيها إلا ما كانش الواقع داخل في قضية التديون غير يكون مشكل غير يكون مشكل كبير إلا ما خديتيش بعين الاعتبار تاريخ الشعوب وعقائدها وحضارتها وتطوراتها وما كانش عندك شي تأثير في تديونك وفي طريقة تديونك وفي طريقة تصورك غير يكون مشكل كبير يعني غير يكون كأنك تعيش في كوكب آخر وليس البلد التي تعيش فيه فالمسلم الذي يعيش مثلا في المغرب الإسلامي أو في الغرب الإسلامي يعيش الإسلام مع ارتباطه بتقافته وعاداته وكذا حتى أنك تجد في المذهب المالكي أنه من مصادر تشريع العرف يعني العرف يأخذوا بعين اعتبار باعتباره ما يمكنش لك تمسحوا وتحييذوا الإسلام الذي عرفته أوروبا في الأندلس يعني لازلت أوروبا الآن تذكرو بأنه العصر الدهبي دي الأوروبا مثلا المذهب المالكي الذي نتدين به في المغرب يمكن أن يكون مثلا ما نسميه إنسوخس داسبيراسيون مثلا لتطبيقه في ملجيكا أو دين الذي نعم هو الذي يجب أن يفهمه الناس ليست مسألة أن نقول أن المذهب المالكي أو المذهب الحنفي أو المذهب كذا أو المذهب كذا يجب للطلاع ووضع الأصبوع على الأدوات التي يمكننا منها المذهب المالكي أو المذهب الحنفي أو المذهب آخر أدوات التحليل أدوات الاستنباط أدوات الفهم أدوات فهم القرآن الكريم فهم السيرة النبوية فهم واقع الناس إلى غير ذلك هذه أمور طبعا الحال كان من إيجابيات طبعا الحال المذهب المالكي أنه تطور في أوروبا في الأندلس نتلامي ذات المذهب المالكي يعني تقريبا في أوروبا لما تكلموا عن الشاطبي الذي أرصى الكليات الخمس أو مقاسد الشريعة الخمس يعني كان في الأندلس نتكلم عن ابن عربي نتكلم عن ابن روز إلى غير ذلك من العلماء يعني هذا المذهب استطاع أن يتبت قدرته على العيش وعلى التلاؤم مع واقع فيه عدة ثقافات يعني ندور الشيء المهم عندما نتحدث عن الأندلس نتحدث عن الأندلس بمسيحيها وبيهوديها ومسلميها وبثقافات متعددة ثم هناك طبعا الحال إلى جانب المذهب المالكي نتحدث عن العقيدة الأشعرية طبعا الحال العقيدة الماتوريدية لمبعداش بزافة نعم العقيدة الأشعرية ولكن ما الذي يميز هذه المذاهب العقادية عن غيرها هي أنها ترفض التكفير يعني لا تكفر أي مسلم لا تكفر أحدا من أهل القبلة يعني مسلم يكون عاصي كذا فهذه مسألة بنوبي الله سبحانه وتعالى ولكن التكفير مرفوض أصلا فإذا نحن أن تلمك تعيش في بلدي أوروكا يعني الوحيد يقدر يحكم عليه والله تعالى هذا بالحال مثال أن أمر الإنسان بيد الله عز وجل يعني ليس من حقي أنا كمسلم أن أحكم عليه أو أحكم عليه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة وكذا يعني هذه أمور متركة لله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل ويحسم فيها عندما نوجد في مجتمع متعدد الديانات ومتعدد التقفات ومتعدد الحضارات ومتعدد المشارب يعني حتى الإثنيات إن موجودنا في ربما يعني عشرات بل مئات الإثنيات اللي هي موجودة في أحد البلد مثلا كبلجيكا أو في أحد المساحة اللي هي أوروبا لا بد ضبط بعد الحل للإسلام والمسلم أن يطور أدوات للفهم أدوات استيعاب هذا الواقع أدوات تعامل مع الناس أدوات العيش المشترك كيف يمكن أن نبني مساحة للعيش المشترك نحن المسلمون ليسوا وحدهم في هذه البلاد المسلم جاره مسيحي جاره يهودي جاره بودي جاره علماني جاره ملحد إلى غير ذلك يعني هذا هو المجتمع هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه وهذا المجتمع أولا أن الذي يأتي في المرحلة الأولى أو في المرتبة الأولى هو المواطنة أن الذي يعطي الإنسان حقه في هذا البلد ليست انتماؤه الدين وإنما مواطنته في هذا البلد هذه المواطنة هي تضل الجميع كنت مسلم أو مسيحي أو يهودي أو علماني أو ملحيد أو غير ذلك فأنا أولا مواطن بلجيكي الدستور يحمي الجميع ثم بعد ذلك تأتي أو يأتي لالتزام بالدين والالتزام بمعتقد معين لا بد بالحل للمسلمين أن يطوروا آليات وأدوات لفهم هذا الواقع وقراءة دينهم وقراءة نصوصهم من جديد على ضوء الواقع الذي يعيشون فيه كما فعل أجدادنا وكما فعل أسلافنا في الواقع الذي كانوا يعيشون فيه ولهذا نحن نؤمن بأن أولا الإسلام هذا الإسلام العصور الدهبية التي عاشتها أوروبا ممكن أن يعاد من جديد باعتبار أن يعاد من جديد ليس ليسيطر أن يعاد من جديد ليعطي للإسلام مكانته داخل المجتمع وأن يعطي للإسلام حقه أن يعيش إلى جانب آخرين تطور المجتمعات الغربية أن يكون المسلمون قيمة مضافة لهذا المجتمع الذي يعيشون فيه الدين الذي أنشأ ابن سينة وابن روجد وابن حازم وابن الهيتم إلى غير ذلك قادر على أن ينشئ هؤلاء من جديد إذا توفرت الشروط والظروف لهذا الأمر وأظن بأن المساحة الأوروبية توفر ذلك مساحة الحرية، مساحة الاحترام الغير، مساحة احترام المعتقد نحن نعيش بين إخواننا وأصدقائنا من غير المسلمين في هذا البلد لنا أشياء كثيرة نجتمع ونشترك فيها لنا مشاكل نعالجها جميعا لنا أفراح، لنا مصرات، لنا أحزان إلى غير ذلك واختلاف معتقداتنا لا يؤثر على هذا الأمر وبالتالي هذا العمل قمنا به مثلا منذ تقريبا لما وقعت العمليات الإرهابية في هذا البلد كان كبابنا على ترسيخ هذه الأمور ترسيخ قواعد العيش المشترك ترسيخ الحوار مع الآخر ترسيخ مفاهيم مجتمع السلم مجتمع الاحترام المتبادل وأظن هذا العمل أتبت جدارته وأتبت قوته لقد أنشأنا مجموعة من المؤسسات فيما يخص تعليم وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين وغيرهم في إطار تعاون معه كانت غير طرح لكم سؤال بالنسبة لتكوين الأئمة هناك معهد تكوين الأئمة في المغرب أخذ نوعا من الإشعاع خارج الوطن هل يمكن أن يكون هناك نوع من الشراكة لتكوين الأئمة البلجيكيين في هذا المعهد هناك اختيارات المغرب طبعا الحال له معهد لتكوين الأئمة معهد محمد ساس لتكوين الأئمة الذي أتبت جدارته وقوته واحترامه بطبع الحال للتعددية واحترامه للاختلاف بحيث أن الذين يأتون لهذا المعهد يأتون من مختلف البلاد الإفريقية وحتى من فرنسا ومن بلاد أوروبية أخرى ويتلقون تكوينا حتى في الأمور التي تخصوا واقعهم وبلادهم سياسيا بلجيكا بطبع الحال كان لها اختيار آخر واللي هو بطبع الحال اختيار ننخارط فيه باعتبارنا مسؤولين على الشأن الديني في هذا البلد هذا الاختيار هو أن الدولة البلجيكية رغبت وأرادت أن يكون تكوين الأئمة في بلجيكا وأن يكون تكوين الأئمة هنا بشراكة مع جامعات بلجيكية فيما يخص الجانب المدني فأنشأنا في هذا البلد أكاديمية التكوين والبحث العلمي واللي مقرها موجود هنا في المسجد الكبير وهذا عطبت حال من التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية يعني أنه لا بد من إنشاء معهد لتكوين الأئمة يكون مقره في المسجد الكبير فهذا المعهد أنشئ الآن بدأنا بعد مجموعة من الطلبة يتكونون في جامعة لوفان يعني في المنطقة الفلمانية وبداية السنة الأكاديمية المقبلة يعني سيكون هناك طلبة فرانكوفونيين وطلبة فلمانيين طبعا الحال وسيكون التكوين في العلوم الشرعية وفي العلوم المدنية فيما يخص العلوم الشرعية التكوين سيكون هنا طريق أسهد جامعيين ضابطين لموادهم ومتخصصين في موادهم والتكوين المدني سيكون في الجامعات وبشراكة مع الجامعات جامعة لوفان لنوفي في المنطقة الفرانكوفونية وجامعة لوفن في المنطقة الفلمانية وبطبع الحال ينص القانون التأسيسي لهذه الأكاديمية على إيجاد شراكات مع مؤسسات أكاديمية هذه المؤسسات الأكاديمية قد تكون جامعات قد تكون معاهد موجودة في أوروبا أو موجودة في العالم الإسلامي لتجربتها وقدرتها في هذا الميدان وطبع الحال هنا المجال مفتوح للأكاديمية أن تأخذ شراكة وأن تربط شراكة في هذا الميدان إما عن طريق استخدام بعض الأساتداء أو إرسال بعض الطلبة للتدريب أو إلى غير ذلك هذه كل أمور ينظر فيها المجلس الأكاديمي للأكاديمية ولكن هذا يبشر بخير بحيث أن أولا هذه أول تجربة أوروبية يجب أن نعلم ذلك هناك معاهد ممكن أن تتكلم على مجموعة من المعاهد في فرنسا وغيرها أول تجربة أوروبية بحيث أن إحداث أكاديمية من هذا الشكل معترف بها من طرف الحكومة الفيدرالية وممولة من طرف الحكومة الفيدرالية البلجيكية يعني ليست فقط مجرد مؤسسة كما الذي نسمعه هذا مججد أنشأ معهد أو هذا مججد أنشأ مدرسة إلى غير ذلك لا هذا معهد جامعي هذه مؤسسة جامعية ستعني بالتكوين وبالبحث العلمي مقرها بطبع الحال في المجهد الكبير ولها امتداد داخل الجامعات البلجيكية وبمؤاذرة ومساندة الدولة البلجيكية وطبع الحال مجال الشراكة مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد الإسلامية التي لها باع في هذا الميدان مفتوح شكرا سي صراح شلوي آخر سؤال حول شباب نعرف أن كثير من شباب من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين الذين ولدوا وترعرعوا في هذا البلد ذهبوا إلى سوريا من أجل القتال ومن أجل ما يسمونه وما يطلقونه بالجهاد هل لديكم تصور بالنسبة للشباب الذين يترعرعوا في هذا البلد لإتقانه دروس فيما يخص التعايش وقبول الآخر؟ عندما ننظر لمسألة الشباب ومشاركة الشباب في هذه الحروب المدمرة في الشرق الأوسط وذهاب عشرات الشباب إلى ميادين القتال وميادين الصراع هذا الأمر لا يعني فقط بلجيكا بل العالم ككل حتى البلاد الإسلامية التي لها من المؤسسات التربوية والتكوين في المجاني الديني ما لا يوجد هنا أن يذهب منها المئات بل ربما الآلاف أو العشرات الآلاف من بعض البلاد العربية والإسلامية هذا أمر يعود أول مقابل كل شيء إلى الفهم الخاطئ للدين لأن العدد من الشباب الذين ذهبوا إلى ميادين القتال لم يسبق لهم أن دخلوا المسجد ولا حتى أن تلقوا تكوينا دينيا وشرعيا نعم لكن هناك ناس ذهبوا مروا بالسجون يعني سجنوا من أجل الصارقة من أجل القتل العمد إلى غير ذلك يعني كان هناك نوع ديالشباب يعني ليس له ارتباط بالدين وليس له ارتباط بشأن الديني ولكن طبعا الحال هناك مشكل هنا مشكل مطروع معناه هل هناك تقصير في التأطير الديني لكن ما الذي يدفعهم إلى الذهاب لسوريا هناك أحد الخبراء البلجيكيين قال بأن ليس المسلمون هم من يتطرف وإنما الناس يتطرفون ثم يلبسوا لباس الإسلام فالتطرف يأتي قبل الدين يعني في هذه الحالات التي نعيشها والتي عشناها مع أولي الشباب الذين ذهبوا إلى هذه الميادين ميادين القتال وشاركوا في أعمال إرهابية هناك تطرف يبدأ لأسباب كثيرة وعوامل كثيرة يعني لا يتسع المجال ربما لذكرها ككل ولكن ممكن أن أشير مثلا أن هناك الشباب يعني رؤيتهم وأفقهم مظلم محدود ليس لهم مشروع في المجتمع الذي يعيشون فيه لا يدري لماذا هو يوجد في هذا المجتمع ربما لأن المجتمع يرفضهم هذه من الأسباب الأخرى يعني قد يكون المجتمع الذي رفضه وقد يكون رد فعليه على المجتمع مثلا عندك شاب يعيش ظروف معينة في المدرسة ظروف عنصرية وداخل المجتمع ربما قد يعامل معاملة سيئة من طرف رجال الأمن إلى غير ذلك ظروف عائلية ظروف عائلية مثلا ولكن هناك رد فعل تختلف هناك مثلا من سيكون رد فعليه هو يجب أن أنتصر على كل ذلك ويجب أن أنجح في حياتي ويجب أن أقاوم هذا الواقع ويجب أن أدرس ويجب كذا ويجب كذا ليكون لنفسي مستقبلا وهناك من سيكون رد فعليه هو أن يطور ضد كل ذلك ويبحث لنفسه عن جهة أو مكان أو مؤسسة تخيل له بأنه ستعطيه قيمة وسترفعه من شأنه وسيصبح له مستقبل وسيصبح له شأن في مجموعة معينة فينجر إلى مثل هذه الأمور هناك مثلا من الذين ذهبوا بنيات أنه يذهب هناك لإنقاذ الأرامل والإنقاذ اليتامى والدفاع عنه ذهب بنيات حسنة ولكن عندما وصل هناك وجد نفسه في مستنقع آخر المهم الأسباب زيادة على الأسباب التاريخية أسباب مثلا الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يجد له حلا لا في المحافل الدولية ولا على الأرض يغدي مثل هذه الأفكار أفكار التطرف وأفكار رفض الآخر الفكر الديني المتطرف الفكر الديني المظلم الذي يقسي الآخر الذي لا يقبل بالآخر الذي لا يتقن إلا فن المؤامرات والذي كلما رأى حدث إلا ويفسره بأنه مؤامرة على الدين هذه كلها عوامل حال تشاركوا في تغذية وتكوين هؤلاء الشباب وجعل هؤلاء الشباب يرفضون المجتمع ويتورون ضد هذا المجتمع وكما قلت لك قبل أن بعض الخبراء البلجيكين مثلا يقولون بأن الناس تتطرف ثم تبحث لها عن شرعانة هذا التطرف وإلباسه لباس الدين ولباس الإسلام حتى يصبح له معنى وحتى يصبح له مغزى ويصبح له هدف فليس الإسلام هو الذي يدعو إلى التطرف أو الذي يربي على التطرف وإنما العكس بل بالعكس أن الإسلام يعني أحد عدد من الشباب الذين رجعوا من هناك أو مجموعة الشباب الذين كانوا يستعدون للدهاب ووضعنا هناك برامج لتأطيرهم داخل السجون أو حتى في المدارس خارج السجون وقد نجحت نجحت هذه المشاريع طبعا الحال لمنع هؤلاء الشباب من الدهب أو من الصفر وإعادة تركيب فكر حتى هؤلاء الذين دخلوا السجن مثلا وكانوا متطرفين وذلك عن طريق مستشارين دينيين مكونين في هذه الميادين يعني داخل بلجيكا فإذا طبعا الحال هذا أمر يؤسف له كثيرا يعني لم يكن أحد يتصور بأن في يوم من الأيام يعني الأطفال الذين لعبوا في ساحات المدرسة مع أصدقائهم وكبروا وترارعوا ونشأوا في أحيائنا وبين ظهرينينا في يوم من الأيام سيصبحون أعداء لهذا المجتمع وينقلبوا ضده ويصبحوا قتل يعني كما تعلم يعني الإرهاب لا دين له ولا لون له ولا طعم له ولا توجه سياسي له يعني ولا يعرف الصديقة والقريبة والحبيبة هناك من قتل والديه وهناك من فجر أصدقائه فإنه يصل الإنسان إلى هذه الحماقة إلى هذه الدرجة من فقدان البوصلة لدرجة أنه يصبح لا يعرف إلى أين يسير وإلى أين يتجه وإلى أين يمشي فبطبع الحال هنا من المسؤوليات المؤسسات الدينية وبطبع الحال الأكاديمية التي أنشأنا هنا هي فعلا مواجهة هذا الفكر ونشر فكر معتدل ونشر تصور للدين معتدل ونشر فكر السلم والتسامح والمحبة والرحمة هنا الناس تتحدث عن الإسلام تتحدث عن الغزوات والحروب وكذا وكذا ولكن ننسى بأن الإسلام رحمة بين الإنسان محبة بين الإسلام سلم بين الإسلام أخوة بين الإسلام احترام الجار بين الإسلام العطف على الآخر بين الإسلام أن تكون في خدمة الآخر إلى غير ذلك هذه القيم الإسلامية الإنسانية التي نشترك فيها مع الآخر ونشترك فيها مع بني الإنسان وبني البشر بمختلف توجهاتهم هي التي يجب أن نشتغل عليها ونطورها وتكون بطبيعة الحالة بوصلة لكل عمل تربوي داخل مؤسساتنا أستاذ شلوي شكراً لكم وشكراً على هذا الحديث الشيق دائماً الحديث الشيق معك نعيد أن نذكر أن السيد شلوي هو رئيس تجمع مسلمي بلجيكا والرجل الثاني في الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ورجل الدين في هذا البلد الذي يخدم الجالية المسلمة في بلجيكا شكراً لكم اشتركوا في القناة